مو منع وايدي اني اتكلم عن تحديثات البرامج لاني احس ان كل الناس راح تشوف هذا الشيء وتعرفها لكن تحديث الواتساب اللي وصل حق كل الناس شفت له وايد فيديوهات ووايد ناس تكلمت عن هذا الموضوع وايد من الفيديوهات اللفوا بالمعلومات فقررت اني اقرأ كل سياسة الخصوصية والاستخدام والتحديثات اللي سووها الواتساب بالكامل وشلون البيانات اللي تنشر وشلون وحق منه بالكامل قرأته بالكامل فصلت الموضوع عشان اقدم لكم هذا الفيديو ويكون مرجع لكم تقدرون تعتمدون عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كنت من النوع اللي اتبه خلاصة الموضوع ما انصحك تشوف هذا الفيديو لان انا من النوع اللي احب اقرأ فقلت لكم من البداية عشان لا حدي قاعد يقول لي اختصر المهم الواتساب سوى ابديت طلعت هذه الرسالة حق الناس لازم تضغط على اقري عشان يكمل يشتغل معاك الواتساب او اذا ما ضغطت على اقري ما وافقت على الشروط هذي راح يوقف عندك الواتساب بتاريخ ثمانية اثنين واول ما طلعت الرسالة هذه حق الناس على طول الناس سوت لها محتوى وبدأ تتحلل بناء على الترجمة الحرفية للكلام الانجليزي المكتوب وليس كعقل تقني وليس كالشروط والاستخدام اللي صاير داخل الواتساب مع الفيسبوك شلون مفروض يشتغلون مع بعض فعطونا يومين ثلاثة راح يطلعون اصحاب الوجوه المثلثة بالتلفزيون ويقولوا لكم قلنا لكم ان الفيسبوك يسمعنا والانستجرام يبي يتجسس علينا فخلونا نشوف شو الموضوع هذا الشركات فيما بينها لما تتقارنها تقارن مثلا اي بي مع امازون هذي لشركتين شلون تقيم الشركة الاكبر تشوف كم نسبة الارباح لكل شركة فيهم والنسبة الارباح الاكبر هي الشركة الاكبر فعليا لكن في شركات ما تشتغل بهذه الطريقة مثل الشركات اغلب برامج مواقع التواصل الاجتماعي اللي تشتغل بشكل مجاني ما فيها خدمات دفع داخلها على سبيل المثال لو ايت شفت برنامج التليجرام فهو برنامج غير ربحي انت تقدر تستفيد منه بكامل مواصفاته بما اعتقد ان اليح ينضافه لمواصفات بفلوس لابدتي تقارن مثلا مع الواتساب الواتساب ايضا ما فيه فلوس انت ما قاعد تدفع حق خدمات وما قاعد تسوي اي شي فشلون تقارن اي هو اقوى الواتساب ولا التليجرام ما تقارنها فقط بالمميزات هذه الشركات قيمتها السوقية ترتفع كل ما صار عندهم مستخدمين للبرنامج نفسه يعني شنو يعني عدد الناس اللي تستخدم الواتساب اضعاف مضاعفة من عدد الناس اللي تستخدم التليجرام وفعليا معلومة صحيحة التليجرام افضل من الواتساب ب885 مليون مرة هالمعلومة 100% لكن شنو فايدة تطبيق في كل المواصفات بس ما في كل الناس وهذا اللي قادي يصير فعليا ان الناس متجهة للواتساب مو متجهة للتليجرام مو متجهة للبرنامج اللي ايلون ماسك بس حطه كل الناس قامت تقترحه برنامج سيقنال من هو برنامج سيقنال على طول خنزلي الله من هو برنامج سيقنال هاي دعاية اسويقية حق برنامج اي كلام وان كان يستخدم اقوى التقنيات وان كانت الناس تقارن وتطلع عيوب بالتليجرام وتطلع عيوب بالمو مهمة هذه العيوب كلها بما ان كل الناس موجودين على منصة مختلفة عن هذه المنصة شنو فايدة ان انت تستخدم منصة محادثات ما فيها ناس تتحادث معاهم ما في اي فايدة اذن القيمة السوقية للبرنامج تعتمد على عدد المشتركين اللي موجودين فيه ولكن شنو فايدة القيمة السوقية اذا فعليا هذي مو فلوس بجيبك يعني مثلا انا عندي شركة اسست شركة قيمتها ما لها قيمة لو اشتغلت بالسوق وصار لي اسم معروف دكتور اي هاشيمي اوه كل الناس تعرفه صار الموضوع صار الاسم مويدة كبير صار فيه قيمة سوقية حق هذه الشركة خلنا نفرض ان تقدر حاليا ب 10 دولار يعني هذا رقم كبير حقي انا المهم العشرة دولار هذه فعليا ما دخلت بجيب يا انا لازم ابيع الشركة عشان القيمة السوقية هذه تدخل بجيبي ففعليا مو داشت لارباح انا الحين اتكلم لو انا مالك الواتساب فعليا عندي اقوى برنامج محادثات بالعالم من ناحية عدد المستخدمين الفعلي اليومي فهذه شركة الواتساب قيمتها بالمليارات اوكي كم هي الدخل ما دخل شيء فالموضوع المنطقي ان هذه الشركة بعد ما صار عندها عدد المستخدمين الهائل هذا لازم تدخلها ميزات تدخل فلوس لها لازم تحلب الزبون على الاخر لازم تطلع ارباح لان ايه لو فكرت تبيع الشركة راح تتيب مليارات لكن لو نزلت خدمات حق المليارات الي عندهم راح تدخل تريليونات ما راح تدخل مليارات بناء على هذا التوجه و هذا الفكر شركة فيسبوك هي شركة دعايا واعلان مثل ما ايه شركة جوجلي يعني ايه هي تبت بيع حق الشركات اعلاناتهم وتوصلها حق الناس الصحيحين الفئة المستهدفة الصحيحة يعني مثلا لو عندي هذا الكفر كفر التليفون لمستخدمين الايفون كفر ايفون انا شركة تصنع كفرات ايفون ابي اسوي اعلان حق هذا المنتج شلون انزل هذا الاعلان المفروض انا كشركة ابي اعلن اروح حق الشركة اللي توفر لي خيارات وايد توفر لي تفاصيل دقيقة مثل شنو مثل ان انا ابي هذا الاعلان ينزل حق الناس اللي عندهم ايفون بس الناس اللي عندهم ايفون انا ما بيدفع اعلان حق كل العالم ونص العالم عندهم اندرويد مو مستفيد من الاعلان لهم انا ابي الاعلان اللي ينزل حق الايفون بالتحديد هذه البيانات عشان تاخذها الشركة الكبيرة وتوفر لي هذه التفاصيل الدقيقة لما ابي اعلن تحتاج انه هي تاخذ من الناس بياناتهم وبعد ما صار موضوع شركة كامبرج اناليتيكا اللي هي شركة اللي تعاونت مع الفيسبوك وخذت بيانات الناس واستخدمتها استخدام سيء اثرت في التصويت واثرت في حملات انتخابية واثرت في وايد اشياء تقلون شوفوا قصة هذه الشركة موجودة على النت كامبرج اناليتيكا الشركة هذه سكرت انتهت حاليا بعد هذا الموضوع الناس اللي تعرف هذا الموضوع صار في تضييق خناق مو طبيعي على الشركات يعني شنو يعني صارت الشركة ما تقدر تاخذ منك معلومة الا انت تقول انا موافق تاخذين هذه المعلومة وايضا صارت كل الشركات مجبرة تحط لك مكان بالبرنامج او بالويب سايت ما لهم تقول لهم ابي ترسلولي بياناتي بالكامل هذا الخيار ما كان موجود بالسابق بعد كامبرج اناليتيكا صارت ملزومة كل الشركات تتوفر هذا الشيء انه تقول لهم ابي ترسلولي كامل بياناتي اللي انتم خزنينها عني فانت تقدر تشوف شنو البيانات اللي تخزنت عنك المهم ان فيسبوك قررت انها تشتري الانستجرام وقررت انها تشتري الواتساب لا تعتقدون ان الشركة بقوة فيسبوك ما تقدر تسوي لها برنامج ثاني اهي تابي المستخدمين اللي موجودين داخل وبنفس الوقت اهي تابي البيانات اللي موجودة داخل عشان تقدر توظف لهم خدمة الخدمة هذه يدخلون منها فلوس فعليا الواتساب انت ما تدفع عليه فلوس ولكن اهما لازم يطلعون مننا شيء بما ان الواتساب في مليارات المستخدمين فانت قاعد تكلم عن سيرفرات عملاقة قاعد تكلم عن مصاريف شهرية اهما قاعد يدفعونها ويشترونها وموظفين وعالم فمستحيل هو يوفر لك كل هذه الاشياء بدون مقابل لا في مقابل المقابل انه هو قاعد يسوي ربط الحين التصورات اللي بقول لكم اياها هذا من رأي شلون وين رح يوصل الواتساب بالمستقبل رح اقول لكم من الاحين وين رح يوصل بالمستقبل الفيسبوك يفكر انه يربط هذه البرامج مع بعض وفعلا بدأ بخطوات انه انت تقدر تشوف رسائل الفيسبوك بالانستجرام ورسائل انستجرام بالفيسبوك والحين قاعد يربطها حتى صارت تجارب على بعض الحسابات انه من الانستجرام تقدر تتواصل مع واتساب حساب معين فهو يبيربط الشركات الثلاثة هذه مع بعض عشان تصير بيانات وحدة شو المشكلة اللي تواجهها اللي تخليه مجبور انه يربط هاي الثلاث برامج مع بعض انه انت لما تتيت بتنزل اعلان على الفيسبوك تقدر تنزل على الفيسبوك وتقدر تنزل على الانستجرام من موقع الفيسبوك نفسه بس ليه الحين هو البيانات اللي عند اياها عنك انه انت هذا حسابك بالانستجرام وهذا اكاونتك بالفيسبوك اذا البيانات كانت ناقصة مثلا انت مو حط الدولة بالانستجرام ما يطلب منك تقول انه انت اي دولة موجود بالفيسبوك تقدر ما تحط هذه البيانات فهو ما عند البيانات كاملة يحتاج ان يكمل القطع الناقصة هذه شلون يكملها؟ برنامج الواتساب الربط الثالث يربط الواتساب بحسابك بالواتساب مع حسابك على انستجرام مع حسابك على الفيسبوك من برنامج الواتساب وهو قاعد ياخذ رقم تليفونك من رقم تليفونك يعرف الدولة اللي انت فيها او حتى من اللوكيشن يقدر ياخذ الدولة اللي انت فيها هل هو بيشارك هذه البيانات مع احد وهو ما يبي شارك احد وهو كل همة ان يوظف هذه البيانات في بيع الاعلانات وهو شركة دعايا وتسويق لا تنسون هذا الموضوع نرجع حق اهوة شركة دعاية وتسويق اهوة يوفر اعلانات مميزة بحيث ان الناس ما تروح حق اي شركة ثانية غير اهوة فيحتاج ان البيانات اللي عنده يدخلها ببروسس ويسويها معلومات بدلا لا تكون مجرد بيانات من خلال هذا الرب رح يعرف المستخدمين اللي يستخدمون جهاز معين بدولة معينة رح يعرف عدد المستخدمين بهذه الدولة رح يعرف وين الاماكن اللي انت تروح لها فهل انت شخص رياضي كلا تروح ملاعب ولا انت شخص تحب التسويق كلا تروح مجمعات من خلال اللوكيشن وهو قاعد يحلل وهو ما يبي راقبك ما يبي يتجسس عليك رح اعطيكم دليل على هذا الموضوع انه هو ما يبي يتجسس عليك شون تتأكد من هذه المعلومة بالمهم المستقبل اللي بيوصل الفيسبوك بربط البرامج هذه مع بعض رح يكون توفير خدمات يعني شنو يعني حاليا في بعض الدول بالهند اعتقد اشتغلوا على طريقة الدفع عن طريق الواتساب شلون احنا نطلع رابط نرسله لشخص عشان يدفع لنا هذا الموضوع رح ينتهي اذا الواتساب وفر عملية الدفع لانك رح تدش كأنك تبترسل استكار بالواتساب لصديقك رح ترسله مبلغ يدفعه رح ترسله مبلغ يدفعه بشكل مباشر ويدخل بحسابك بالبنك فانت ما رح تحتاج تتعامل مع البنوك بهالطريقة رح يكون التعامل بالواتساب اسهل بما ان الناس كلهم موجودين بهالمكان اوفر لهم خدمة كلهم رح يستخدمونها ويتركون الخدمة اللي كانت موجودة عندهم ايضا هما رح يفكرون بالتسويق رح يفكرون بالبزنس هذي واحدة من الاشياء اللي حطوها بالتحديث اليديد ان عملية الربط هذي رح يكون واحد من اهدافها الواتساب بزنس ان يهتمون فيه بشكل وايد اكثر لو كان عندك شركة مثلا وعندك عدد عملاء خلنفرض الف عميل قاعد يتواصلون معاك بالواتساب شخص واحد اللي يقدر يرد عليهم او شخصين واحد ماسك التليفون والثاني عنده الكمبيوتر قاعد يستخدم الواتساب ويب اثنين يقدرون يردون على عميلين بس هذا العدد مو كافي فهم بربطهم مع الفيسبوك رح تقدر تدخل عدد اكبر مثلا تسوي لك فريق الدعم الفني اللي رح يتواصل مع الناس مثلا عن طريق الواتساب او عن طريق الفيسبوك او عن طريق الانستجرام هذي الخمسين شخص كل واحد داخل بحسابه بالانستجرام او بحسابه بالواتساب او بحسابه بالفيسبوك عشان يقدر يرد على الناس بالواتساب ما رح تحتاج انك تستخدم بس جهازه قبل لا اقول لكم شون البيانات اللي قاعد ياخذها الفيسبوك فعليا الحين بالتحديث اليديد رح اقول لكم ليش المفروض تأمنون باستخدام الواتساب الواتساب يستخدم نظام تشفير اسمه end to end encrypted قبل فترة كانت تطلع لنا الرسائل فوق بالمحادثات ان هذه المحادثة مشفرة باستخدام end to end encrypted فكرة عمل هذه التقنية ان بياناتك المحادثات اللي تسويها مع اي شخص ما تتخزن بالسيرفر بالسابق كنت اذا انا برسلكم رسالة بالواتساب الرسالة هذه تروح تتخزن بالسيرفر وانت تدخل على السيرفر وتقرأ الرسالة هذه حتى لو طلعت منها الرسالة مخزنة بالسيرفر حتى لو انا مسحتها وانت مسحتها تكون موجودة بالسيرفر هذه التقنية القديمة حتى الصورة لما برسلك اياها الصورة انا ارفعها للسيرفر وانت تشوفها من السيرفر نفس راح يرسلك رسالة ان في صورة لما تفطل الصورة فعليا هو قاعد يروح اقل السيرفر فعليا هو قاعد يروح اقل السيرفر ياخذ الصورة او ياخذ الكتابة وانت تقراها لكن end to end encrypted هذا موضوع شوي يعتبر مستحدث اغلب البرامج حاليا تستخدمها البرامج الكبيرة المعروفة انستجرام واتساب سناب شات تليجرام هذين كلهم يستخدمون هذه التقنية وللعلم بالتليجرام المحادثة الجماعية ما تكون مشفرة لكن هذا الخيار متاح بالاعدادات ان انت تفعل هذا الخيار على المجموع عمالتك يعني المحادثات الجماعية قاعد تتخزن بسيرفر بالتليجرام لكن موفرين لك بالاعدادات ان انت تفعل هذه الميزة عشان يتشفر الكلام وما يتخزن على السيرفر هذه الميزة اللي راح تسويه انه انا اذا برسلك كلام او صورة راح يرسلهم يتخزنون بالسيرفر ومتى ما وصل لك على جهازك انت راح تشوفهم وينمسحون من السيرفر هم مخزنين بالسيرفر مشفرين يعني اللي يشتغل داخل السيرفر الموظفين نفسهم ما يقدرون يقرون الكلام ولا يشوفون الصور اللي موجودة داخل السيرفر ما يقدرون يشوفونها ما في أحد يقدر يشوفها لكن بعد ما يشوف هالطرف الثاني تنمسح حتى من السيرفر المشفرة تنمسح من السيرفر فهذه ميزة لك انت ما في شي مخزن بالسيرفر وميزة للشركة انه ما راح تحتاج سيرفرات وايد عملاقة تخزن كل الكلام وكل الصور اللي يستخدمونها كل الناس على مر العصور ايضا قريت بعض الملاحظات في سياسة الاستخدام للواتساب انك اذا ارسلت كلام لشخص معين على هذي التقنية انتو انت انكربتد راح يتخزن بالسيرفر لين هو يشوفه ينمسح زين ادأ هو ما شافه راح يضل بالسيرفر لمدة 30 يوم بعد 30 يوم راح تنمسح الرسالة حتى لو هو يشوفها بعد 30 يوم ما راح يقدر يشوفها راح يطلع للمسج اللي فيه علامة توقيت انه في شي يندزلك بس انت ما قدرت تقراء وما ضبط انه ياخذ البيانات هذه من السيرفر اما موضوع الصور والفيديوهات شوية مختلف ان الصور والفيديوهات راح تظل موجودة بالسيرفر لانه فيه فورورد حق الصور انت لما توصل لك صورة او لما يوصل لك فيديو تقدر ترسله لشخص ثاني زي الشخص الثاني شون يقدر يشوفه زي الثاني ارسله للثالث الرابع الخامس وصلت ليه 100 شخص وصلت ليه 1000 شخص هل مجرد ما يشوفه ينمسح من السيرفر لا هو سوى لفورورد دزه حق ناس ثانيين فالصور والفيديو شوي اه معقدين اكثر من الكتابة ولكن هم يظل هو مشفر داخل السيرفر اوكي اخر نقطتين شنو البيانات اللي قاعد ياخذها الفيسبوك من الواتساب وشنو الخيارات المتاحة لانه شنو الافضل شنو اسوي الموضوع الاول الفيسبوك البيانات اللي رح ياخذها منك كالاتي رح ياخذ رغم تليفونك فرح يعرف طريقة التواصل معاك ورح ياخذ الستيتس الحالة اللي انت تكتبها تحت عشان يدخلها في خوارزمية الذكاء الصناعي يعرف الناس بشنو تفكر وشلون تستخدم البرامج وشنو تسوي وشنو افضل تحليل لهم لاستخداماتهم الخاصة يعني ورح ياخذ نوع الجهاز اللي انت تستخدمه نظام التشغيل اللي موجود عليه وبالغالب هذي البيانات رح يحتاجها حق الناس اللي تبتسوي دعايات لبرامج او لمنتجات خاصة بالتليفونات او لعمل دراسات كلها اشياء خدمات مدفوعة وما تكون بياناتك انت بروحك يعني ما حد رح يعرف انت جهازك شنو بالتحديد لا انا رح يقدر عرف عدد اجهزة الايفون بالكويت على سبيل المثال ما رح عرف انت بالتحديد شنو جهازك هذا هو مخزن عندهم صحيح بس ما تقدر انت تعرفه رح يعرفون شنو شبكة الاتصالات اللي انت تستخدمها رح يعرفون شبكات الواي فاي اللي انت تستخدمها ورح يعرفون اللوكيشن مالك انت وين تروح وين ترد اهتماماتك عشان يقدروين نزلولك اعلانات خاصة في اهتماماتك والاماكن اللي انت تروح لها واذا وفروا خدمة الدفع او التوصيل ايضا رح يعرفون انت وين تدفع حك شنو تدفع وايضا المجموعات رح يعرفون من المجموعات اللي انت داخل معاهم ومن المجموعات رح يعرفون ان في كوميونيتي في مجموعة اشخاص مجتمعين لهواية معينة رح يحلل كان في احتمال ان تنزل دعايات على الواتساب ولكن يبدو ان هذه الفكرة ما زالوا هموا مترددين فيها بشدة الحين مع الربط هذا باعتقادي ان هم رح يستبعدون هذه الفكرة ويظل التسويق على الفيسبوك وعلى الانستغرام اما البيانات ياخذها من كل البرامج بما فيهم الواتساب وايضا صورة حسابك الشخصي صورة حسابك الشخصي رح يستخدمها حسب اللي انا قريته بموقع الفيسبوك بسياسة الاستخدام مذكور ان احنا ما رح ننشر اي بيانات على الفيسبوك البيانات هذه مو متاحة للناس ان يستخدمونها الناس رح تستخدم ادارة الاعلانات الخاص بالفيسبوك عشان يوجهون دعاية معينة مو مسموح لهم ان هم يطلعون على بيانات الشخص محدد او يبحثون يجسسون ورا شخص معين وايضا بنفس الوقت اذكروا ان هذه البيانات ما تنشر لا مع الكنتاكت اللي عندك ولا مع اهلك ولا باي مكان ثاني هذه الاستخدامات خاصة مشفرة خاصة متعلقة بالتسويق فقط لا غير ملخص صغير شن الاشياء اللي رح تاخذها الفيسبوك منك رغم تليفونك صورة ملفك الشخصي الستيتوس اللي انت تستخدمه نوع الجهاز شبكة الاتصالات شبكة الواي فاي اللي تشبك عليها اللوكيشن اماكن تواجدك الاي بي ادرس هذا موضوع شوية صعب مواضح عندي هم ليش يابون يستخدمون الاي بي ادرس ولكن اهم رح ياخذون الاي بي ادرس وذاكرين هذا بالموقع مالهم وايضا الدفع والتحويلات اللي انت تسويها عن طريق الواتساب والمجموعات اللي انت داخل فيها غير هذه الاشياء ما رح ياخذون محادثات خاصة ما رح ياخذون محادثات داخل المجموعة ما رح ياخذون ولا رح يشوفون ولا رح يطلعون عليها ايضا الصور وايضا الفيديوهات هذي كلها اشياء خاصة اهم ما رح يتجسسون فيها ولا يشوفونها ولا يطلعون عليها خصوصا مع تقنية End to End Encrypted النقطة الأخيرة شانطة راحي أنا وافقة شروط أنا بالنسبة لي هذا الشي قاعد يوفر عليك وائد أشياء هذا الشي قاعد يساعد المشروعات الصغيرة قاعد يساعد الشركات الكبيرة قاعد يساعد أن أنت أداء راح ينزل لك إعلان إجباري إجباري راح ينزل لك إعلان على الإنستجرام على سبيل المثال لما الإنستجرام يكون عنده كل المعلومات شن الأشياء اللي أنت مهتم فيها راح ينزلك الاعلانات اللي انت مهتم فيها مو نفس البرنامج الاحمر على سبيل المثال تطلع لك دعاية الدعاية هذه ما تهمك لكرتون لعبة غير مناسب لسن الاطفال وينزل على الاطفال زي هذا ما شاف اهتماماتي هذا نزلها بشكل مباشر يمكن على العمر او على الدولة بس الشركة اللي قاعد تسوي التسويق هذا فهو ما عنده بيانات كافية عني عشان يعرف ان هذه اهتماماتي ولا مهتماماتي فخليه ياخذ البيانات هذه انت ترتاح وهو يوفر لك خدمة احسن انا ما شوف ان هذا الشيء مضر نهائيا وبشكل عام ويتشات البرنامج الخايس اللي ذكره ايلون ماسك من باب الدعاية السيغنلز اللي الناس كلهم صاروا احنا فنانين اللي حين نعرف برنامج سيغنل منو برنامج سيغنل هذه البرامج كلها ليست المكان المناسب لنشر البيانات الخاصة فيك حتى مع توفر سبل الامان بالكامل ما انصح باستخدام الملفات الخاصة جدا والحساسة في هذه الاماكن نهائيا ما انصح بهذا الموضوع اما غير هذا لو انتقلت لاي برنامج ثاني انا ادري ان تقع تتكلم في هذا الموضوع لمجرد ان انت تتكلم فيه بس فعليا انت ما رح تطلع من الواتساب لان الناس كلهم موجودة بالواتساب فخلونا نسكر الموضوع هذا اضغط على اجري وسبسكرايب حق قناتي لايك وشير وشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة